نهاردة شكبالة غاب عن مران الفريق غاب عن مران الفريق وبدأ ناس تتحدث انه شكبالة عنده مشكلة نفسية يغيب عن مران الفريق معلوماتنا ان شكبالة تواصل مع جوزيجو ميز وطلب منه انه يغيب عن مران الفريق النهاردة بسبب شعوره باجهات عضلي وجوزيجو ميز وافق على طلب شكبالة بشكل طبيعي خاصة ان الشيكة كان طلب راحة سلبية يعني ما تدربش في الجيم كمان جو ميز وافق على طلب شكبالة عشان شايف انه شكبالة محتاج يرتاح بدنيا ويرتاح كمان نفسها مع ضغطات كثيرة عليه فما فيش مشكلة فيش ازمة شايفي بعض الناس حاولتها الازمة دي حكاية زيزو عواد عبدالله السعيد تاني زيزو محمد عواد عبدالله السعيد نهاردة قعدوا قعدة محترمة جدا مع عمر جابر واحد من كبات النادي زيزة مالك وساعدوه نفسيا جدا وطلبوا منه انه يركز جدا الفترة اللي جاية وينسى اللي حصل في مباراة السوبر المصري وانه يستمر في التطور والتقديم مستوى مميز زي ما عمل الموسم اللي فات بشكل رائع جدا عمر جابر لسه شايل هم ان انا اللي ضيعت السوبر المصري على الزمالك لانه شرط اخد ضربة ترجيح واستضمت بالعرضة لا ايه مهزم جدا ومحترم جدا بالمناسبة عمر جابر بس يا جماعة ارجوكم لابد ان نتخطى فكرة ضربات الجزاء او ضربات الترجيح دي ان نتخطاها هي توفيق فقط طبعا تدريبات وخلافه بس توفيقه بس يعني ما جبتهاش ده توفيق الله جبته توفيق الله ما مفهاش باستغرب جدا الناس بتوقع تنتقد لعبين انهم ضيقوا ضربات جزاء خاصة بقى بتاعت عمر جابر دي كمان ما نشايتها في ساقف الجول خبطت في العرضة خلاص حظي بقى اعمل ايه يعني اذا ما طريتش في السماء ما شطهاش برعون اما خلاص مش المفهود يزعل قصن عمر جابر ولا محتاج الجلسة دي من اللعاب الفريق دي حكاية